السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والبنات مرحبا بكم كامل غاليتي اللي ادخلتوا للقناة نقولكم اهلا وسهلا بكم نورتوني في وصفتنا لنهار اليوم ستقوني غاليتي وصفتنا رائعة بنينا بزاف غرب الحليب وشوية مكونات على بالي كامل عندكم في الدار ديروا احلى وصفة هذي خبوها ان شاء الله الرمضان صلوا سلموا كامل على رسول الله غاليتي ردوا بلكم ضيعوا وصفة رائعة كما هذي ونبدأوا مع بعض على قدمة هي بسيطة والله بنينة رائعة فيك صرون على نار قليلة رايحا نحط ثلث مغارف كبار تع السكر العادي والا الابنات هنا يا هذي السكر هذو ثلاث ملايق تع السكر رايحا نخليهم يولولي كارامل بزاف ابنات يخافوا من هذي المرحلة تعال كارامل ننقلكم عادي جدا نقصوا فقط على النار وخلوا هذو باقلة والا هايليك خلوا اللون يكون ذهبي اذا حسيتو راح يتحمر شوية زيادة طفوا على النار هايليك اللون اللي تحصلت عليه هاني مريتولكم ضيبا لكم احسن الإضاءة من الناخر نحط لهم الكاس اللوبل تع الحليب الكاس الثاني واكيد ذلك السكرة ورايح يتحجر انا نخليه يعني واحده ذوكي ذوبلي وجيت هنا يا عندي ملعقة ملعقة معمرة و ملعقة ميزينة احين تقولوا لي اذا نقدروا نديرو يعني اما ميزينة ولا فارينة نقول لكم تقدروا ولكن بهذا الطريقة تجي الوصفة رائعة و عندي كاس الثالث نذوب في هذيك الفارينة و هذيك الميزينة انا من بعد هنا يا عاود جبت بول و خلطهم هاكذا خلطهم كامل و عاود تذوبتهم خلطهم مليح باش يذوب لكم هذك الخالي التعرفار هنا و الميزينة و نروح نحطهم على الحليب اللي يكون ديرته في الكسرونة فالا كانديجا ذابلي هذك الكارامل تأكدو مليح بلي ذابلكم نجي نصفي هذ الخاليط و نقعد نخلط حتى يرفض لي غليا و يثقل ما تحبسوش هنا البنتم التخلاط باش ما يدير لكم ش هذيك الطبقة اللي يجي ملتحتها يعني يجي فيها هذيك البنتم على المرورة نحط هنا لفاني ملعقة صغيرة عرشة مليحة تعال ملح ضرورية البنات و نزيد هنا ملعقة صغيرة تعال مارغارين اللي ما عندهاش تقدر ما تديرش والا البنات هايليك والخاليط راح عندي واجد راني طفيت على النار نروح مباشرة نحط فيه كيسان اللي عندكم ديروا فيهم هذو الكيسان شوية كبار خرجوا لي خمسة إذا عندكم هذوك اللي فيغين صغار يخرجوكم ستة سبعة نورمان نحطهم يبردوا بجيه و نجزو لطبقة ثانية طبقة ثانية بسيطة لطبقة الأولانية ولكن بني نبزة فيها كسحليب فيها ملعقة كبيرة تع كاكاو لبنات الكاكاو يعمل فرق فيها نصف ملعقة تع فارنة و نصف ملعقة تع ميزينة و عندي هنا زوج ملاعق كبار تع السكر العادي زوج ملاعق و نص زوج ملاعق و نص تع السكر العادي نخلطهم برد في برد نروح نحطهم على النار حتى يرفضوا لي غالية كيف كيف نزيد لهم شوية تع مارغارين و رشات عملح و نزيد نديرهم مع الطبقة اللولانية اللي كانت أكيد بردت لي شوية و شدت روحها هنا قلت لكم لبنات الكاكاو يعمل فرق كبير في الوصفة إذا كان الكاكاو نوعية تعبنينا رح يعطيكم نتيجة إذا كان شوي شوي يعطيكم اختاروا اللون اللي يكون شباب في الكلاغ مشي هذك الفونسي جي بززف مشي بني نومر ظالة لبنات حطيتها خليتها تبرد و نجي باش نزيينها بنسبة لتزيين لبنات عندي شوية بسكوي انتو ميلاكا حبيتوا تديروا كوكاو تقدروا حبيتوا تديروا شوكولات تقدروا اللي عندكم تديروها حتى القفرة تقدروا تديروه ظالة حبيبات بركفتتهم من الفوق تقدروا ممتشروا هذك البسكوي اللي يجي في علب صغار هذك اللي لونك حالتاني ماشي غالي بزيف يتعطيكم نتيجة رائعة وعندي هنا قطعة شوكولات قلت لكم التزيين يرجع لكم ليكم على حساب وش عندكم ظالة هاي ليك درت شوكولات بالحليب وانا عندي هذك السوس كارامال رايح هنعطيكم وصفتها لابل يحين تحتاجوها وتقولوا لي امراش درتي كامل الوصفة وهذك السوس كارامال خليتيها ولا يهمكم في البداية سحمك ونعطيها لكم بطريقة شفوية ونعطيها لهم يعني مطبقها كبشين تحو فيها شوفوا هذه السوس كارامال سهلة وتجي بنينة فقط تبعوا المقادير كما نعطيهم لكم انتم ما تحصلتوا على أرواع تحلية ما فيها شفلون ما فيها الشوكولات شوكولات للتزين يعني تحبو دلوش ما فيها الشونتي يعني بنينة هذي هي السوس كارامال فيها نصف كاس تعسكر عادي نخلوه تكرمل ويذوب كل مرة نشوف الأطراف تكرمله نحرك فقط بالكسر ونزغدها ولا تحصلت على لون ذهبي نحط معاقة صغيرة تعمار قارين بعد هنا عندي كاس تعمى نص رايح نحط هنا نخليه يذوب والنص الثاني ولا خلوه لبنات على نار متوسط حتى يذوب ونص لأخر اللي بقالي نحط له ملعقة صغيرة مع مرامليح تعنشا هاكدا ذابت لي مليح ونحط ها هنا نخلطهم كامل مع بعضهم البعض نخليهم يرفضوا لي غلية نزيد لهم رشة تعملح لبنات ضرورية رشة الملح في الوصفة تبرز لكم النكحة وتشوفوا ما درتش رش خفي فدرت رش مليح تعال الملح وكانت وصفتنا واجزا يعطيتها لكم من الأول للأخير فقط لبنات هنا حبيت نقول لكم كي تذوق هذو الطبقات اللولانيين تحس هم ناقصين سكر ما تروحوش تزيدو لهم ديروا الوصفة كي ما درتها لكم من بعد رايح يجيكم يعني الخالط كيتمزجوه مع بعض وبعض بين الكرامل والطبقة اللولة والوسطانية هذك هو شوفوا وصفتنا كيفاش تجي هذك طبقة على الكرامل تجي تلمع رائعة غاليتي شوفوا ستقوني بزاف بنينة 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 هالتحلية خبوها الرمضان تديروها فرحوا بها عائلتكم غاليتي ما تنسوني شبجام اشتراك في القناة ادخلتي اول مرة لقناتي قولك حبيبتي فرحني دخولك معايا للقناة ستقوني لبنى الطبقة على الكرامل ذوق الكرامل اللي من تحتها معت على الشوكولة مع هذي اللي من فوق مع البيسكوي النتيجة رائعة هذه هي غاليتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوش باش تبرط جيو الوصفة مع العائلة والاصدقاء السلام عليكم